هذا يسأل ويقول حدثونا عن الإخلاص وما هي شروطه وإذا أراد العبد عبادته شيئا آخر فما الحكم مأجوري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد ما بعد فإن العمل لا يقبل الله بشرطه الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل أن لا يكون فيه شرك ولا ريا ولا سمعة وإنما يكون مقصود العامل وجه الله سبحانه وتعالى إنما يكون مقصود العامل وجه الله سبحانه وتعالى والشرط الثاني أن يكون العمل صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس فيه بدعة ولا محدثة من المحدثات بل يكون على وفق السنة المحمدية والإخلاص كما ذكرنا أن لا يكون فيه نية لغير الله ولا قمع ولا قصد طمع دنيوي كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيه فيخلص العمل لله لا يكون فيه رياء ولا سمعة ومن باب أولى لا يكون فيه شرك أكبر وكذلك لا يكون القصد منه قمع الدنيا فإن عمل الآخرة لا يجعل وسيلة لعمل الدنيا لقمع الدنيا يجب على المسلم أن يتذكر هذا نعم ترجمة نانسي قنقر